لنكون أكثر صراحة الدورة الحالية حدث خلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية اليوم حتى أصدقائنا الآخرين من الكتل والأحزاب الشيئية والسنية طلبوا مننا أن لا نأتي إلى بغداد بشكل مختلف وبخلاف حول هذا المنصب الأفضل للكرد طبعا وأيضا لباقي الأخوة من الكتل الشيئية والسديني أن يكون الكرد متفقين على هذا المنصب على الشخص أيضا وكذلك على الحزب أو الكيان السياسي الذي يخرج منه أو يرشح منه رئيس الجمهورية لا أستطيع أن أجزم بأننا سنأتي الحديث عن أنه هذه المرة سيكون من الحزب الديمقراطي الكردستان يعني أسمع هذا الكلام وسمعت من سيد بافل في لقاء أنه هو حصة الاتحاد وطرح مرة أخرى الدكتور برهم الديمقراطي أيضا يرى بأنه لم يأتي الأوان لتحديد الإسم وأسمع من أشخاص من الديمقراطي أنه ربما هذه المرة أو هي من حصة الحزب الديمقراطي الحديث في الصر أوضح من الحديث في العلن ما نسمعه في الأروقة الخلفية لا أدري يعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أجزم من سيكون رئيس الجمهورية أو لأي حزب من الأحزاب قد يكون شخص آخر خارج الحزبين ويتفق عليه جميع القوات